اشتركوا في القناة الى اسس وثواب التاريخية شهدت العلاقات البحرينية المغربية تطورا مع اشراقة القرن الحادي والعشرين واحرص جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه واخيه عاهل المملكة المغربية الشقيقة على تحقيق ما فيه صالح البادين والشعبين الشقيقين من خلال العديد من الخطوات الجوهرية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية وغيرها من مجالات التعاون المشترك والتي اضحت بسببها علاقات البلدين على المستويين الرسمي والشعبي مثالا للعلاقات الاخوية العربية المتينة العهد الزاهر لجالة الملك المعظم ايده الله شهد ايضا زيارات ولقاءات مشتركة جمعت بينه وبين اخيه عاهل المملكة المغربية وهي الزيارات التي شهدت دائما لقاءات بحرينية مغربية جمعت الاشقاء في رحاب الخليج العربي وعلى سواحل الاطلسي والهدف الاسمى كانت تأكيد على وحدة المصير المشترك للبلدين وتحقيق كل ما يصب في صالحهما تحقيقا لرؤى القائدين حفظهم الله بتنمية هذه العلاقة الاخوية البحرينية المغربية العلاقات الشعبية ايضا ونظرا للاخوة الراسقة بين عاهلي البلدين تعززت بشكل اكبر فما يجمع الشعبين الشقيقين من ثوابت مشتركة وتقارب في مختلف المجالات انعكس على تواجد ابناء المغرب في البحرين وابناء البحرين في المغرب فهم في بلد الكرام مهد السلام ومنبات الاحرار مشرق الانوار تشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة